السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي أكثر من 270 فيديو وإلى الآن لم أعمل فيديو عن بعض القضايا المهمة جدا مثلا من الذي أتى أولا بيضاء من الدجاجة وكذلك الصور المرجعية في بلندر وهذا ما سنعمله اليوم أولا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لأني أرى أن الكثير من مشاهدي هذه القناة من غير المشتركين كذلك تابعوني على إستغرام الحساب جديد وليس عليه أي متابعين كما ليس فيه الكثير من الصور بالطبع لأنه جديد لأي سؤال أو استفسار رابط الحساب في الدسكريبشن في الأسفل أضغط أولا لن أحذف هذا المكعب هناك كثير من الطلبات التي سمعتها كيف تضيف صور مرجعية كيف تضيف صور مرجعية ونعم هذه تعتبر بعض الشيء مشكلة مبتدأ لأن الصور المرجعية فيها إذا أتيت الآن إلى هنا فيها هذا الجانب وهذا وهذا كيف سأضيف هذه الصور وأعمل عليها نلاحظون أنها في صورة واحدة كيف سأضيفها وأجعل العمل على الجانب والعمل من مؤخرة ومن مقدمة ومن الأعلى المهم هذا ما ستترون الآن أبدأ أولا ب أترك هذا المكعب ولكن أضغط Z وأدخل في الواير فريم حتى لا يأتي هذا المكعب لأني سأستخدم هذا المكعب كميقياس أضغط Shift A ثم أتي إلى إيمج ثم ليس ريفرانس ولكن background هكذا أحب أن أعمل أنا بإمكانك أن تستخدم ريفرانس مثلا ربما رأيتها في فيديوهات أخرى لا يهمني أنا أستخدم background وهي فيها رائحة من بلندر 279 وأحب طريقة بلندر 279 في العمل على الرفرانس المهم background أنتهى الأمر آتي الآن إلى الدي إلى المكان الذي خزنت فيها الصورة بلندر فرفان ثم آتي إلى ريفرانس هنا ثم آتي إلى هذا يجب الانتباه أن تكون في نعم هكذا لن أكون كلمة أخرى أنا ضغطت واحد أولا حتى كنت في الرؤية الأمامية لو كنت في الرؤية العلوية مثلا أضفت صورة فستأتي من الرؤية العلوية المهم من النظر الأمامية أولا أول شيء أفعله هو تحديد الصورة بعد تحديد الصورة تأتي إلى هنا تلاحظون تظهر هذه إذا حددت المكعب تختفي هذه لاحظوا تحديد المكعب تختفي الآن تظهر الخاصة بالمش تحديد الصورة تظهر الخاصة بالصورة تدخل تدخل إلى هذه تأتي إلى الترانسبارنسي ثم تقلل العتمة إن صح التعبير رئيس الشفافية تقلل العتمة هو زيادة الشفافية وهذا ما يخطأ فيه الإنسان أحيانا بعد تقلل الشفافية آتي إلى هذه الصورة وأحاول أن أضعها في مكان ما بحيث تناسب هذا المكعب سترون الآن كل شيء أول ما هذه الاعدادات والأفست وكل تلك الأمور الواضح أنها تذهب هكذا وهكذا وتصعد وتنزيل لا أريد ذلك كنترول زي كنترول زي هي كبر بإمكانك تحكم في الآن هنا على عكس بلندر اتنين سبعة تسعة اس عن طريق اس فقط المهم آآ هاته لا تهمنا ما يهمنا ما هاته دبت ديفولت فرونت باك هاته أين ستكون هذه الصورة هاته ستكون في المقدمة ام في المؤخرة بالطبع سنريدها في المؤخرة لماذا لو وضعتها في المقدمة ستكون اك أمام هذا المكعب فرونت تلاحظون ان المكعب اختفى اضغط زي الآن تلاحظون ان اختفى خلف الصورة اذا رفعت العتمة اي آآ خفت الشفافية اذا رفعت العتمة تلاحظون ان المكعب اختفى باك يعود المكعب اي انها يختفي خلف الصورة لا نريدها فرونت ابدا ابدا اقولها ثالثة ابدا اضغط لي اولا يجب الاحتفاظ بها هكذا الاعدادة الاولية الجيدة لذلك اظن انه من الخطأ ارباككم بكل هذا لكن ساشرح على اي حال بامكانكم ان تنسوا كل هذا المهم ما يهمنا هو العمل في ثري دي بعد قليل ما هاته والفرونت والباك وكل هذه الامور والبوت فرونت باك بوت هاته لرؤية هذه الصورة هل اراها من المقدمة او اراها من مؤخرة او اراها من كل من كلاهما انا لا اريد ان اراها من مؤخرة مؤخرة اذا كنت في الوضع الحالي وهو واحد من المقدمة اذا ضغط كنترول وضغط الواحد فسأعود الى النظرة المقابلة او تضغط تسعة لذا ضغط تسعة فانت تذهب الى النظرة المقابلة التي انت فيها للتي أنت فيها أضغط 9 الآن تلاحظون أنها غير ظاهرة إذا ضغطت بوت مثلا تلاحظون أنها تظهر من هنا 1-9 1-9 تظهر من هنا ومن هنا ضغطت باك فهي لن تظهر إلا في المؤخرة إذا ضغطت 9 الآن في المقدمة لن تظهر في المقدمة فقط المهم كل ما بقي لا يهمنا الآن ما يهمنا هو إعدادها آتي بها الآن لا أحرك المكعب أبدا آتي بها الآن أضغط شيء وأسحب إلى الأسفل وأحاول أن أكبرها لتكون مناسبة لهذا المكعب بحيث طرفين المكعب يكون هنا وهنا في أقصى أعلى هذه السيارة وفي أسفل هذه السيارة آآ أجعل كرسر الثلاثة الأبعاد هو المتحكم في عملية التحول هنا 3D Cursor بحيث أنه هو يكون المركز آآ الآن كرسر الثلاثة الأبعاد هنا إذا كان في أي مكان آخر فعليك أنت ضغط Shift C ليعود إلى المركز ثم أضغط S الآن لن أكبرها كنت أرتبك ثم J وأجعلها تنزل أحاول أن أجعل طرفي المكعب مباشرة S في الأعلى والأسفل هكذا بالتأس هذا جيد جدا ثم الآن ربما أضغط Tab للدخول في هذا المكعب Tab أضغط Ctrl R أضف بعض الذكات ربما سأستخدمها ربما ربما سأستخدم نعم لا أظن هذا جيد أو ممكن سأستخدم هذا وأضغط J وأقدمه إلى هنا حتى يكون في مقدم السيارة بإمكانك أن لا تفعل ذلك هذه حركة زائدة مني على كل حال لكن لا بس المهم هذا المكعب أعلى في أعلى السيارة وأدنى في أسفل السيارة هذا كل شيء إذا أتيت الآن لإعداد صورة جانبية الآن أنا في صورة أمامية أحدد هذه أولاً وأتي إلى الصورة هنا في الأوتلايلنر ثم أتي واستظهر هذه من الفيلتر هنا التي تمنع السيلكشن أو ما شابه ثم أضغطها حتى لا أحددها من جديد هناك كذلك هذه التي هي مهمة جداً بالنسبة لي Display Orthographic و Display Perspective Display Perspective أي أنها تظهر في جميع الرؤيات الآن هي Display Orthographic أي أنها لا تظهر إلا في الأرتوغرافيك في هذه الرؤية 1, 3, 7 لا تظهر إلا في تلك الرؤيات إذا حركتها عشوائياً هكذا فهي تختفي وهذا ما أريده أنا لا أريد للصورة أن تظهر في كل وقت إذا كنت أريدها أن تظهر في كل وقت تأتي إلى Display Perspective وتضغط هنا فهي تظهر في كل وقت أنا لا أحب العمل بهذه الطريقة إذا كنت أحب العمل بهذه الطريقة فعليك تحديد السيارة بعد أن تأتي إلى هنا وتجعلها قابلة للتحديد تحدد السورة وتدفعها إلى الخلف إلى هنا مثلاً هكذا لكني لا أعمل بهذه الطريقة أنا أحب إذا عملت على الشكل أن أعمل بحرية وإذا أردت أن ترى أرى موازاته للسيارة فأضغط هكذا وأرى المهم Display Perspective و Display Orthographic هذا بالنسبة للنظرة الأمامية إذا أردت أن أضيف نظرة هذه الجانبية بالسيارة إذا أردت أن أضيف مثلاً نظرة أمامية للسيارة أضغط ثلاثة نعم بهذه الطريقة ثم أضغط Shift A بنفس الطريقة آتي بنفس الصورة Reference Background ثم آتي بنفس الصورة ثم أجعلها هذه المرة توازي هذا المكعب لكن هنا في هذه المقدمة لذلك أضغط J وأسحبها إلى هنا ثم بعد ذلك أول شيء أفعله كما قلت آتي إلى Transparency هنا هنا في أعدادات الصورة ثم أخفضها ربما إلى هذه الدرجة كل هذه الأعدادات جيدة إذا أردتها Perspective أضغط هنا ثم أدفعها إلى J إلى هنا لكني لا أريدها Perspective أريدها فقط في ثم بعد ذلك أصغرها أو أكبرها حتى توازي هذا المكعب من الأسفل ومن الأعلى بكل تأكيد أضغط S أضغط J نعم أظن أن هذا جيد جدا جدا وربما أحدد الآن هذا المكعب وأضغط T ثم أضغط S أضغط S وأكبر إلى أن يشمل ربما أذني السيارة أسميه من الأذنين لكنه ليس في المنتصف تماما تلاحظون ذلك وهذا شيء سيء لذلك أضغط T أحدد الصورة ثم أدفعها إلى المنتصف تماما يجب أن تكون في المنتصف وهذا مهم جدا J حتى إذا استخدمت الميرو موديفاير فسيكون الميرو موديفاير ستستخدمه من المقدمة بكل تأكيد وسيكون هذا مهم جدا لذلك كل ما كان في المنتصف تماما كان أفضل وأفضل نعم هذا في المنتصف الآن إذا ضغطت المكعب فتلاحظون أنه إذا ضغطت Tab وأس وي فقط ثم أسحب إلى هنا تلاحظون أنه يشمل هذين أذنين مع بعضهما لاحظون أني فقط مجرد تلامس هكذا وهذا لأنني سأستخدم هذا كمعيار لقياس الصورة العلوية الآن سأضغط الآن Ctrl 3 وذلك لإضافة صورة للعمل على المؤخرة أضغط Shift A ثم Image ثم Background أتي بنفس الصورة أتي بها إلى هنا هذه المرة J أجعلها في المنتصف حتى لا أرسك إبا نفس الخطأ J نعم نعم أظن أن هذا هو المنتصف ثم بعد ذلك أكبرها بكل تأكيد حتى تشمل كامل هذا هي المع المم المع أذرات S وانتهى الأمر هذه صورة أخرى سأقول شيء غبي على كل حال S S ثم G نسيت أن أعدل Opacity Transparency G G G ج ثم أس أريد دقة متناهية ج ثم أس نعم هاته ما تدعى بالدقة المتناهية نعم لكن تلاحظون أن المكعب لا يلمس المرآتين نعم لذلك سأضغط واحد الآن أسأضغط ثلاثة الآن وأرى الخطأ نعم بكل تأكيد هو يمر من هذا المكان تلاحظون ذلك لذلك تحتاج إلى تصغير هذه الصورة بعد الشي نعم أضغط أولا ج وأسحبها إلى الأسفل لا أضغط ج وأسحبها إلى الأعلى بهذه الطريقة ثم أضغط أس أضغط ج ثم أضغط أس نعم لكنه لا يزال شامل هاتين المرآتين وفي المدر المؤخرة كنترول واحد كنترول ثلاثة لا يشمل مرآتين وهذه مشكلة أو نعم بالتأكيد لأن مقدمة السيارة ومؤخرة السيارة ليست نفسهما فمؤخرة السيارة أعلى ربما من مقدمة السيارة أو ما شابه لذلك هناك مشكلة الآن سأكبر هذه الصورة حتى يشمل هاتين المنطقتين التي شملهما في المرة السابقة أضغط أس أو صغر إن صح التعبير إلى هذه الدرجة ثم بعد ذلك سأجعلها لأن أعلى السيارة هو نفسه في الجهتين سأضغط J وأسحب أضغط J وأسحب إلى هذه الدرجة نعم ثم أجعل كرسط ثلاثة الأبعاد هنا ثم أضغط S ليس هكذا ولكن هنا أضغط Tab أولا لهذا المكعب أضغط واثنين ثم أحدد هذه وأضغط Shift S كرسط Selected ثم Tab ثم بعد ذلك أضغط هذه وأضغط S وأكبره لا المهم أنها شمل هذين المرأتين إذا ضغطت الآن ثلاثة تلاحظون أنها تقريبا نفس الشيء لا كنترل ثلاثة أضغط S أعلم أن الأمر مربك بعد الشيء إلى تي الدرجة نعم لأن مؤخرة السيارة هنا وهنا مقدمة السيارة ليستا نفسهما أما هذا الأعلى فهو نفسه نعم الآن إذا أردت إضافة صورة لهذا العلوي فما علي إلا أن أضغط سبعة لا أنسى أن أضغط هنا في هذا وهنا كذلك وهنا كذلك ثم أضغط Shift A Image Background ثم أأتي إلى هنا ثم بعد ذلك أجعلها مناسبة لهذا الجي أجعلها مناسبة جدا لهذا ويجب أن تكون في المنتصف تماما وسراحة لا أدري كيف سأحسب المنتصف هنا لا توجد خط أو شيء مثلا ربما هذا في المنتصف لا أدري أو نعم هذا جيد جي 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 نعم هذا جيد جدا هذا هو المنتصف الآن سأحاول تكبير الصورة إلى أن تشمل هذا المكعل نعم وتذكرون قضية المرآتين هنا سأجعله يشمل هذا المكان بالذات هذا هو الهدف لذلك أضغط هنا على المكعب أضغط Tab حدد هذه الحافة أضغط Shift S كارسي تسلكتد ثم أجعله يكبر من تلك المنطقة أحدد الصورة وأجعلها تكبر من تلك المنطقة أضغط S إلى أن يشمل المرآتين تلاحظون أنه الشمالهما في نفس الوقت بالذات تلاحظون ذلك هنا وهنا وهذا دليل على أننا في في الوضع في الطريق الصحيح أضغط S إلى هنا أظن أن هذا هو المكان وتلاحظون ذلك الصورة صحيحة العمل صحيح كل شيء صحيح أخفض نعم الشفافية ثم الآن إذا ضغط Z تلاحظون المكعب نعم كل شيء جيد إذا ضغط TAB الآن أضغط A وأجعله يشمل كامل السيارة مثلا عن طريق S هنا أضغط Z أضغط واحد أحدد هتين نقطتين حتى أرى فقط إن كان يناسب النظرة الجانبية وستجدون صحة عملكم في هذا جيد تلاحظون أني جعلته مناسب للنظرة العلوية لكن إذا ضغطت الآن واحد تلاحظون أنه نعم لأني لم أعدها على هذا المكان يكون شامل لنظرة أمامية وجانبية فقط علي أدفع الصورة هذا كل ما أريد أن أقوله أتي إلى هنا وأجعلها قبلة تحديد أحدد هاته ثم أدفعها J تلاحظون أنها ستكون نفس المقياس بالذات هذا كل شيء اليوم تعلمنا كيف نضيف صورة مرجعية من كل الجهات مثل هذه مثلا ثلاثة واحد إن شحة تعبير ثلاثة كنترول ثلاثة وهي نظرة نظرة أمامية وخلفية كنترول ثلاثة والسبعة كذلك وضعنا نفس الصورة في كل الاتجاهات وهذا كل شيء هذا كل شيء بالنسبة لليوم إذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق إن شاءت اضغط زر الجرس وشاهد كل هذه الفيديوهات التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته